حل البرلمان هو إجراء دستوري نحن نؤمن أنه يوجد في دستور 2005 ثمت مواد قانونية منها تشكيل البرلمان والعملية الانتخابية وبالتالي نفس الدستور وضع آليات لحل البرلمان عرجت زميلتنا السيدة آرة طلباني على المادة 64 من الدستور التي أتيحها بمجبها الآلية التي يجب أن تتبع والتي لا غير إلها ولا يمكن إلا بالتصويت داخل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب بناء على تقديم يأما ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس النواب تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب أنه يحنا نريد أن نحل أنفسنا فتعالوا يا مجلس النواب صوتوا على حل يجب أن نجيب أغلبية مطلقة يعني إذا جبنا أغلبية نصف زائد واحد ما يمشي إذن يجب أن يكون هناك رغبة سياسية وإرادة سياسية ضاغطة باتجاح البرلمان هذا رصت المعقدة يعني